موسيقى الثالثة صباحا الثانية عشرة بتوقيت جرينتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم تنطلق اليوم الاحد جلسات الاسبوع الثاني للحوار الوطني بعقد اربع جلسات للمحور السياسية واعلنت ادارة الحوار الوطني انه سيتم تقصيص جلستين لمناقشة جميع قضايا لجنة الاحزاب السياسية وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الاخريين لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول اعمال لجنة المحليات قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبدالله بن ناصر الرحبي ان السلطان هيسن بن طارق سيزور مصر اليوم الاحد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى واضاف ان السلطان هيسن سيلتقي خلال الزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبينا انه من المقرر ان يتم خلال الزيارة التي تستمر لمدة يومين التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات انطلقت فاعليات برنامج تدريب الدفعة الثانية من مساعد وزير العدلة على المهارات القيادية المتقدمة بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب وتم تصميم هذا البرنامج يتناسب مع طبيعة عمل مساعد وزير العدلة وبما يتماشى مع الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العدلة نحو الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة بفكر حديثة ومهارات متقدمة وتطبيقات قيادة وادارة دولية بما يواكب ابرز مستجدات المرحلة بما يعود ايجابيا على التطوير المستمر لمنظومة العمل بوزارة العدلة ويتضمن البرنامج التدريبي دراسة العديد من المهارات القيادية والشخصية الهامة مثل مهارات التخطيط للسراتيجي وادارة فرق العمل وبعض موضوعات السياسة الدولية والتحديات الاقتصادية بالاضافة الى مهارات التعامل مع وسائل الاحلام وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بمبادئ القيادة والادارة الحديثة قالت وزارة الخارجية السعودية ان ممثل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعوا اتفاقية لوقف اطلاق النار قصير الامد بمدينة جدة واشارت الخارجية السعودية في بيان لها ان الطرفان اتفق على وقف اطلاق النار قصير الامد المنصوص عليه في هذه الاتفاقية على ان يسري بعد 48 ساعة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على ان يلتزم الطرفان باستغلال الوقت بالعمل على تسهيل ايصال المساعدات الانسانية الطارئة واستعادة الخدمات الاساسية واشارت الخارجية السعودية الى انه يجوز للطرفين الموافقة على تجديد او تحديث هذه الاتفاقية لفترات اضافية ادانت وزارة الخارجية السودانية باشد العبارات قيام قوات ميليشيا الدعم السريع بالهجوم على مقر الصفارة القطرية بالقرطوم دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية اعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينة بخموت بدعم جوي ومدفعي من الجيش الروسية وكانت مجموعة فاغنر الروسية العسكرية قد اعلنت انها قد فردت سيطرتها الكاملة على مدينة بخموت الاوكرانية واضافت فاغنر ان قوتها ستبدأ مغادرة بخموت في 25 من مايو الجاري وسوف تسلم المدينة الى الجيش الروسي في المقابل نفي الجيش الاوكراني سيطرت فاغنر على بخموت بالكامل مؤكدا ان القوات الاوكرانية مستمرة في القتال بالمدينة ولمزيد من الاخبار يمكنكم مشاهدين تحميل تطبيق اكترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بيلي او الكيو ار الظاهر امام حضرتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابع دمتم في امان الله اشتركوا في القناة شكرا